يطل العالم المصري بشكل أساسي خلال عملية الانتخابات الرئاسية بصحبة المواطنين خلال توافدهم إلى لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية يعد عالم مصر قاسما مشتركا لجموع المصريين خلال هذا الاستحقاق الانتخابي سواء في الداخل وكذلك في الخارج ليجسد وحدة الوطن رغم تعددياته الفكرية والسياسية تتعدد المحطات التاريخية وتختلف الاستحقاقات الدستورية ومن بينهما تمر أحداث كثيرة سياسية واكتماعية ورياضية وثقافية تختلف في مضمونها لكنها تكتسي بألوان ثلاثة لا رابع لها إنها ألوان العلم رمز مصر ورايتها بل صوتها المرئي على مر العصور لكل دولة عالم ويبقى عالم مصر أقدمها عالم يسرد حكاية وطن على مدى التاريخ منذ عهد الفراعنة وحتى يومنا هذا فهو الراية التي يتسلح بها المواطن في حروبه وانتصاراته في تحدياته وفرحه فهو رمز الكرامة والهوية والوطنية والمجد وفيما يدل الناخبون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لاختيار رئيس مصر الذي سيقود البلاد خلال السنوات الست القادمة يبقى عالم مصر ورايتها قاسما مشتركا لجموع المصريين خلال هذا الاستحقاق الانتخابي الأكبر والأهم وزينة شوارع وميادين أرض الكنانة فبينما تجد يدا تصوت في بطاقة الاقتراع تجد اليد الأخرى تحمل العلم لتجسد وحدة الوطن رغم تعدديته الفكرية والسياسية كما كان العالم حاضرا بقوة في مختلف العواصم والمدن الكبرى حول العالم ابان مرحلة الاقتراع بالخارج مراحل كثيرة من التطوير والتغيير مرت على علم مصر اختلفت في شكلها حتى وصل لشكله الحالي مزيج من اللون الأحمر والأبيض والأسود يسرد قصص الفداء والسلام والظلم في عصور الاستعمار ويتوسطها نسر ذهبي يتحدث عن قوة لا تنكسر وعزيمة لا تنطفئ فمن أجله تغنت مكلثوم وكتب فيه شعراء الوطن قصائدهم فارتبط العلم بالكرامة مثل ما ارتبطت به الهوية هكذا يتجل علم مصر وهكذا كتب له أن يكون إلى ما شاء الله رمز هوية مصر وعنوان كرامتها بل قصة مجد لا ينضب وعزا لا يزول